اكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس المجلس الشورى ان المبادرات المتواصلة لحضرتي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باصدار المراسيم الملكية السامية بالعفو الخاص والافراج عن النزلاء المحكمين في قضايا مختلفة يعد تجسيدا وقعيا للمبادئ والقيم الإنسانية والحضارية نابعة من الإرادة الملكية السامية على النحو الذي يدفع بمملكة البحرين نحو مزيد من الاستقرار والازدهار في كافة المجلات انطلاقا من قواعد رصينة من العمل الوطني والمجتمعي المترابط وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى باللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي تجلت في إصدار مرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم مثمنا عاليا المبادرات النبيلة لجلالته رعاه الله والتي تعكس حرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو الاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله